ليس في الإمكان أفضل مما كان خسر الأهل ببارات نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في برنامج في كتفك يا أهلي مع شركة الدهالات الأولى في مصر شركة جي إل سي بالتأكيد معاكم في هذه التخطية من خلال صفحة يلا كورا وصفحة جي إل سي سبورت مع الزميل والصديق العزيز كريم سعيد للتحليل ولكن مش للتحليل الفني لتحليل المباراة بشكل عام كنتيجة وكأداء وكاهتمام عالمي بمباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد مساء الفول يا كريم مساء الفول يا محمد ومساء الفول لكل المتابعين وهارد لك طبعا لجماهير الناد الأهلي والله هو جماهير كلها مصرية يعني الناد الأهلي نهارد ما كانش بيرعب بإسمه فاقضة كان بيرعب بإسمه مصر احنا عودناكم في كتفك يا أهلي مع جي إل سي ان احنا دايما بنقدم لكم فقرة تحليلية فنية بنكافية على التاكتكس لمباراة وكل حاجة بس النهارد احنا هنعمل روتين جديد احنا مش هنحل المغرفة النية لأن بصراحة الإنجاز اللي عاملوا النادي الأهلي وتشريف الكرة المصرية محمد خلال التلات أيام اللي فات دول عشنا في حل جميل لما نشوف كبرى كبرى صحف ومواقع الرياضة في العالم بتتكلم عن نادي الأهلي وبتتكلم عن كرة المصرية ماركة وبتعمل لقاء مع كابتن محمود الخطيب يعني شوفنا اس اسبانية بتتكلم عن أهلي ازاي اكبر برامج الرياضة والتوك شو في اسبانيا بتتكلم عن نادي الأهلي يعني بصراحة الزخم ده ومباراة ان احنا يا جماعة نفضل في حالة تلافوسية مع ريال مادريد لغاية الديقة تسعين اتنين وتسعين اتنين وتسعين اتنين وتسعين كمانا يعني خلينا بصراحة يعني لا نقصوا على اللاعبين او الجهاز الفني اه طبعا النتيجة كبيرة ولكنها بكل تأكيد لا تعبر عن سير المباراة بأي شكل ان كان مليون في المية مليون في المية مباراة او حتى اختلافات في وجهات النظر ما بينه وبين الجهاز الفني لكن اعذرونا النهاردة فعلا احنا مش هنحلل المباراة فانيا احنا هنشكر النادي الأهلي كمنظومة انه خلينا نعيش الحلم الجميل ده محمد هنشكر اللعيبة هنشكر الجهاز الفني ان هو قدر نيوصل للسيمي فاينل حلم الفاينل تاني انا بقول ان هو انتهى ولكن اتولد حلم جديد هو حلم تحقيق البرونزية الرابعة في التاريخ والتالتة على التوالي ليكون النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله النادي الوحيد في العالم اللي يكون حقق هذا الأمر هنتكلم عن مباراة بشكل عام لكن لكن اعذرونا مش هنحللها بشكل فني بصراحة دي مباراة لا تحدي الفني اكيد بيبقى احيانا في مباراة خارج سياق التحليل الفني مباراة الأهلي والريال ضمن هذه المباريات طيب حدد ديئة 92 اتنين واحد والمباراة ممكن في لحظة تقلب ويبقى في تعادل وروح لأكسرا طيب ولكن من البداية تحس ان كولر نازل يلعب الند بالند امام الريال اه بصدب احنا يعني في كورة القضاء المحمد هي فيه قرارات سواء عند المدرب او عند اللاعبين فيه قرار انا باخد قرار انا وجهت ناظري كولر لما شاف مباراة الاهل باي ميونيخ وكل الاخبار جات من المغرب بتؤكد ان هو اختار المباراة دي على وجه التعديد ليه لان اسم باي ميونيخ يشابه اسم ريال مادريد ما اختارش مباراة مثلا بالميرس السنة اللي فاتت ما اختارهاش لا هو اختار مباراة باي ميونيخ وبدأ يوري اللاعبين بعض الامور فيها وازين كالاخطاء الفردية ويعني وهو واضح ان هو الفرج عليه هو اخد قرار ايه القرار اللي هو اخده نسبة فوز ريال مادريد 99 في الماء نسبة انتصار الاهلي 1 في الماء انا مش هلعب مدافع ومش هزهر بالشكل مدافع وبلغت بيه مدى الجراءة مش انه يلعب 4 تا 3 بهجومي لا لعب 4 تا 1 واول مرة النادي الاهلي منذ مباراة بيرامدز اللي اكسبها 3 صفر بنشوف النادي الاهلي بيبدأ ببلاي بيكر طب هو قرار وبرضه مش هنحلله فني خالص لكن هو قرار واحنا نختلف ندفعه معاه هو حر المنصب والكرسي يخليه يختار القرار اللي هو شايفه صح والعقلية اللي هو هيكمل بيها الموسي ان في الاخر يا جماعة المونديال مش تارجت على الجهاز الفني ولا اللعيبة مستعيل مستعيل اي اقدارة تيجي تقول اللعيبة او الجهاز الفني خلي بالكم تحقيق ميداليا في المونديال هو تارجت عليكم السنة دي ده ما بيحصلش بس انا بشوف ان كولر خليت قرار احنا لا تفتكد يا محمد ايام ماتش باي مونيخ مع بيتسو موسيماني الكتير من جمهور من الاهلي عتب على بيتسو موسيماني الحالة الدفاعية اللي هو لعبية بيتسو موسيماني يعني ساعتها قال انا دي قدرات فريق واحنا منلعبش فريق صغير دي قلت تصريح كمان وقتها قالك باير مونيخ كسب برشلونة سبعة وتمانية ماذا تردين مني ان افعل بالزبط لكن المرات دي كولر حبي يكون فيني ادية من بداية المباراة وان ادية انا عفوجة نظري لو المباراة كان الحكم صفر في الديئة واحد وتسعين كان ناس كتيرة هتطلح فرحانة قوي اكيد ليه انك اتنين واحد وانت الهدف وكرة افشل الناس الغاية دلوقتي الناس الغاية دلوقتي طبعا حزنين عليها الكرة صعبة فعلا الكرة دي كلنا زعلنا عليها بس قدر الله ما شاء فعلا تاني يا جماعة انا بشوف ان النادي الاهلي عمل شيء يسطر في تاريخ الكرة المصرية عيشنا حلم ان احنا الندي بالندي يا محمد مع ريال مدرين لعبناها المباراة وحتى الارقام الاتحاد الدولي طلحها للمباراة فيها ندعي اه ده فيها يعني الارقام قريبة جدا فتكلم تمانية كورنر للاهلي خمسة كورنر لريال مدريد يعني اربعة اربعة كورنر قصد لريال مدريد الاستحواز بنتكلم بالدرجة قريبة النسبة قريبة ومنتكلم كمان علي الفراس على المرمى من النادي الاهلي خلق 13 فرصة منهم خمسة على المرمى من الريال مدريد الريال خلق 18 فرصة منهم 11 فرصة على المرمى من النادي الاهلي ما عايز اقول لكم النادي الاهلي عمل ارقام فيه فرق كبيرة فأوروبا مبتعملهاش صحيح ما ه tengan Leal Madri يعني فيه فرق كبيرة مبتعملهاش مع Leal Madri فتاني احنا خلونا نحترم الهزيمة خلونا يعني نسقف لعبتنا مفيش مشكلة ليه وكمان ما نفعش الحال باش جالي لان انت فيش تعب ريال ما دي التاني في الوقت القريب خلص الحلم ده مش هتعيشه تاني واحنا ممكن احتمال نحل الريال ما دي تقامتها تاني اذا الريال كسب دول الابطال السندي والاهلي مكمل مكمل او ده دي زمال يعني عشان برضو نقول الحق يعني كفرقة مصرية ويتقابلوا في السعودية اخر السنة دي يعني خلاص السعودية هي اللي هتستضيف مونديل قمديل القادر الاهلي عمل الكورم مصرية يا جماعة حلم جميل ان احنا بدل ما نتكلم احنا يجمع بالتكلم علي مدريد في حالتين بس واحنا اوتاد حالات واحنا بنفراج عدود اسبان واحنا بنفراج محمد عدود طول اوروبا او احنا بنفراج بليستيشن بس دول التالت حالات اللي احنا بنتكلم علي اليان ما بديت فيهم مطش النهاردة تحس انه كان بليستيشن منفكر اه 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 كان فيه سرعة اه جدا وكان فيه تحركات والمطش مشروح شوط الاول لك انت تخيل مدى الحساب المعمول للنادي الاهلي شوط الاول يا محمد يعني حتى قابل احراز فينيسيس الهدف والهدف جي من خطأ محمد طولي ولا في تاك تاك ولا ومفيش مشكلة وتاني والله تاني مش عايزين نتبح لعيبتنا عادي فيش مشكلة لكن كان فيه ندية كان فيه انشلوتي انه يلعب بفالفيردي جناح ايمن مش ممكن يعني بيقولك انا حلطة تلعيب خط وسط في المركز ده عشان اقفل الجابهة بتاعت علي معلوم تاني كامل التحية للاعبتنا كامل التحية للجهاز الفني كامل التحية للندي الاهلي كمنظومة عايزين بالوقتي خلاص نقفل الملف ده محمد ونفتح ملف البرونزية الرابعة والتالتة عالتواحي طيب قبل ما افتح ملف البرونزية الحضور الجماهيري والنهارده الجماهيري المغربية عشان برضو نوضح للناس يا جماعة المغربة بويف وفضف في صف الاهلي بشكل جيد جدا ولكن يا كريم لا الريال لا على فكرة الريال لما بلاعبتشلسي وتشلسى عندهم حاكم زياش والله بيشجعهم الريال يعني لا والربطة يا معا ربطة ربطة الريال كبيرة في المغرب جدا 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 وكمان الجالية الاسبانية في المغرب كبيرة إنتوا عارفين أن الوضع الاقتصادية بين المغرب وأسبانيا قريب والدنيا قريب يعني فيه شغل كتير في بيزنس كتير فيش تأشيرة أصلاً بين الدولتين فالناس هنا والناس هنا طبعاً كان واضح جداً أن الأستاذ أغلبيته بتشجع أو منحازة لي ريال مدريد وإحنا نحترم داً فيش مشكلة خواهة وإحنا مبسوطين أصلاً بالتواجد بكل أمانية التواجد في هذا المحفل العالمي رئيس الاتحاد الدولي بتفرج عليك الناس كلها بتفرج عليك كل العالم بتفرج عليك أعتقد دا أمر مشرف لما كسب كتيرة الناس بتدفع ملايين عشان تعمل حدث زي دا وده أخبر بلقك يا جماعة النادي الأهلي بقول لها لك هو من السالة اللي فاتت الكرة الأفريقية هتتغير الفترة الجاية الكرة الأفريقية هتتغير الفترة الجاية والبطولات هتاخد شكل مختلف والجوائز هتاخد شكل مختلف قول لي عايز أقول إيه عايز أقول إن مشاركة الأهلي أصلاً في البطولة دي واستدعائه ليكون محل البلد المنظمة يعني ممثل البلد المنظمة ده أصلاً لمكانة الأهلي أصلاً لمكانة النادي الأهلي وكان ممكن الكواليز في الفيفا تتلعب فيها أي لعبة ويجيبوا أي فريق تالي زي ملايحة القرعة تغيرت مثلاً ضيف على كده دور السوبر الأفريق القادم اللي خلاص يعني تأكد بلسبة كبيرة وطبعاً محمد علينا الكورة أكيد طبعاً شفتوا كل انفرضات محمد سعيد علينا الكورة في هذا الشهر نحن متجهين لبطولة جديدة من كبار كارة تمانية كبار في بطولة يا محمد جوازها بتوصل لكام؟ مجموع الجواز 25 مليون دولار الفايز الأول هياخد كام؟ 6 مليون دولار ولو لعب 6 مطشاط بحد أقصى كمان والثامة الأندية دول هيبقوا سيليكتف الكاف هو اللي يختارهم في النادي الأهلي هو هيكون ممثل مصر في أول نسخة لدور السوبر وهيلعبه نوك أوت فيش مجموعات نوك أوت دور تمانية سيمي فاينت فاينت 6 مطشاط تكسبهم تاخد 6 مليون ونص دولار ومعاك الحق إنك في نفس الوقت تلعب دور الأبطال الكاف قال كده حتى هيراعي في الأجندة المباريات طيب لازم النهاردة نيجي ليسأل مين النادي المصري اللي عنده القدرة إنه يعمل الكلام ده فيش غد نادي واحدة كل أمان نادي الاحدة ليه؟ كورا النهاردة يا جماعة بيتغلي وإدارة وبزنس مظبوط بزنس خلاص عصر الهواية مش ايه انقرد مش انقرد لا مش انقرد دابوس بقى من أيام الديناسولات خلاص خلاص بقح بقح خلصنا خالص مبقاش حتى في مساحة للتهريك يعني ربما إحنا قائل كابت محمود الجهري قدم لنا الاحتراف بشكل مبدأي في التسعينات وعدنا لتخانق معاهم وإحنا مش فهمين وبتعمل ايه ومش عارف ايه وفددنا المشيين مشيين 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 لغاية اللي بصراحة ليه منويل جوزيه جيه وغير لنا الكورة يا مانويل جوزيه يستحب لقب انه هو غير الكورة فنية وتكتيكان في مصر خدنا من حتة لحتة كورة مصرية قبل مانويل جوزيه في حتة اندية او منتخبات بعد جوزيه في حتة تاني النهاردة احنا بقى يا محمد اعتقد وصلنا لحبة جديدة بدخول دور السوبر اللي في وجهة نظري لو النسخة الاولى بقوة مبارياتها بقت قوية جدا وستمتعب بيها اكيد بعدها يا باشا شكرا على دور الابطال هينزل درجة وكل الاندية هتجري على دور السوبر هتجري على دور السوبر وساعتها هيتطلبهم الكهف ان هو يحط الكريتيريا ازاي نلعب فيه انه في ساعتها الكهف على وجهة نظري عايز يعمل بطولة من دور واحد ما بين اقوى الاندية يعني بقاش في مطش نص نص لا عايز مطشات كلها درب نار مطشات كلها كنو ففرحوا بناديكم وفرحوا بالناد الاهلي الناد الاهلي عمل انجاز ولسه طبعا التطور جاي في السوارات الجاي ننتقل بقى للجزء الاخير وهو متعلق بمباراة فلمانجو يوم السابت تحديد المركز التاعت اول حاجة الفيفا قالك لا مش هتلعب في الرباط جاهز نفسك بكرة الشراط بتاعتك واطلع على طنجة هتلعب مطش التالي تناك ده كلام طبعا امر يعني متعب جدا هبردو طبعا طبعا يعني المسافة هناك هنتكلم حوالي ساعة ونقق ساعة وربع ساعة وربع بالقطار لكن لو سفروا بالقطوبيس تاني انت بتتكلم في 3 ساعات اوكي طبعا هو امر شوق جدا 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 شانت سافر بالباس 3 ساعات كتير ايو بصراحة كانتك بظبط يعني مسافت بعد سكندريل يعني صفر يعني ماتش كانتك حتى اعتقد المسافة دي ربما كانتك راح بركة العرب يعني بركة العرب من ساعتين ونص 3 ساعات فانا كنت اتمنى ان احنا متعودين دايما التلاتة والرابع بيلعبوا في نفس الملعب بتاع الفاينل بيلعبوا قبل المطش يعني بحوالي 3 ساعات نفس المدينة يعني عشان التتويج حتى على قلة يبقى ازاي يعني بالضبط فهي غليبة اوي بصراحة هنا اعتقدت هيعمل مراسم التتويج اكيد لازم اعملها هناك في طنجة ومفاردة فبصراحة يعني كانتك غليب جدا جدا من الفيفا وبس طبعه تعالفة محمد خلص يعني ده اخر يوم في الفرح المنديالي العالمي فمش نعم مشاكل خلصتها الموضوع هنتكبر الامر وفوجة نظري مباراة فلامينجو هي كتابة وتصطيع تاريخ للعيبة ومما ياخدوا ده ابرونزايا للسنة الثالثة عالتوالي واستعداد جيد للأهداف الحقيقية اللي هي اكتواصل تصدر الدول المحلي وتتصدر مجموعتك القوية جدا 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 في دول الأبطال ليه اللي حبنتكلم بقى عايزين لتفايدة فكرة انك تبقى جاي بانجاز من المنديال ويحصلك دروب والكرف ينزل براح وبيحصل دروب على طول في المباراة الاولى من دول الأبطال وخلي بقى يا محمد دائما كده بنقع فيه اتغربت من سيمبا وعبليها ما عرفش اتغربت من مين ليه؟ لان انت امركزها معاك قوي فهو عفوكة نظري هي ده الاهداف الاساسية على اللاعبين وعلى الجهاز اكيد طيب ده كان الكلام المتعلق به مباراة الاهل والريال في الدور نصف النهائي واتكلمنا شوية على بعض المفاجآت اللي هتحصل في المسابقات الافريقية وفكرة مباراة المركز الثالث مع فلمانجو يوم الزبت نروح بقى مع بعض انا وكريم ونشوف الفائز بالجيزة والتوقع اللي حصل على مباراة الاهل والريال مدريد وبصراحة كريم كانت مفاجأة عد ندور بتيم السوشيال ميديا بصوا يشوف لغاية لما فاز بتيشيرت النادي الاهلي الكابتن مصطفى النحاس هو بصراحة توقع النتيجة بشكل جريب اربعة واحد للريال ماشا مصطفى مبروك الفوز بتيشيرت النادي الاهلي المقدم بالتأكيد من خلال شركة جي ال سي شركة الدهنات الاولى في مصر ومن خلال برنامج في كتفك يا اهلي عبر صفحة يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورت وتيم السوشيال ميديا اتواصل معك عشان يبلغك بتوقيت استلام الجايزة يا محتك يا سيتي مبروك الديشيرت وتوقعتها بشكل يعني كان الصعب على كلنا توقع النتيجة دي يا كريم اكيد طبع مبروك لمصطفى ربما يكون هو اللي يعني بخلاف مشجع دي يا مدريد هو ربما يكون برضو احد السعداء النهاردة بالحصول على الجايزة قالت مبروك ليك يا مصطفى نمشي هممكن يكون مدريدي هممكن هممكن طيب يعني الناس كلها تتقبل الخسارة ويباركوا للكسب ونفيش قده مشكلة ويهيه مش نهاية العالم طيب نطرح برضو نفس السؤال نعم على مباراة فلمينجو ان شاء الله توقع نتيجة مباراة فلمينجو البرازيلي والاهلي في تحديد المركز الثالث يوم السبت وله توقع النتيجة هيفوز معانا ايضا بي تي شيرت الاهلي مقدمة من شركة جي ل سي شركة الدهانات الاولى في مصر بإذن الله ان شاء الله يوفق صاحب التعليه بقى والتوقع ويكون الاهلي يا رب بإذن الله فايز بالمباراة والميدالية البرونزية ان شاء الله برضو بنوعيك بإذن الله بعد نهاية المونديار والعودة ليه المباريات المحلية ومباريات أفراقيا بإذن الله يكون فيه جوائز كتيرة متعددة من شركة جي ل سي للحلقات الجاية بإذن الله دايما تابعونا فيه كتفك يا أهلي مع جي ل سي وبإذن الله بإذن الله النهاية الموسم ده معكم بإذن الله شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء